اكدت ساعدة الدكتورة الجليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة الصحة الدورة المهم الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتطوير مختلف الإجراءات التنظيمية والرقابية للمؤسسات الصحية في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية لمقر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث اطلعت عن كثب على مختلف البرامج والمبادرات التطويرية التي تقوم بها الهيئة وبرامج التحول الرقمي في مجال تراخيص المؤسسات الصحية والمهن والأجهزة الطبية وهذا في إطار الجهود الرامية لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وأشهدت وزيرة الصحة بدور الهيئة في تطوير إجراءات تراخيص المؤسسات الصحية ضمن إطار الجهود الحكومية الرامية نحو تيسير الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقالت الوزيرة إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تمثل شريكا أساسيا بالمنظومة الصحية ضمن فريق البحرين الواحد وتلعب دورا مهما في تطبيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي من جهتها أكدت سعادة الدكتورة مريم عذب الجلاهماء رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة ماضية قدما في استراتيجيتها لتطوير مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفعالية في تقديم هذه الخدمات الصحية وفقا لأفضل الأسس والمعايير المعتمدة ترجمة نانسي قنقر